بمناسبة الحاجات التانية الخالص واحدة من غرائب كأس الامم الافريقية النهاردة ان الراجل دوت وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي هدد بالقتل بحسب ما قالوا فيه المؤتمر الصحف النهاردة قبل مواجهة زنبيا غدا قال انه جات له رسائل تهديد بالقتل بعد اشتباكه مع قائد منتخب الكنغو شانسل مينبا بعد المباراة اللي فاتت في او بين المنتخبين حاصلت خناية كبيرة جدا وحاصلت مشكلة كبيرة جدا وليد الركراكي قال انه هو مواجهش اي حديث عنصري لللاعب والمنوشات كانت طبيعية وفي حدود كرة القدم فقط وقال ان اتهامه بتوجيه حديث عنصري عار ومغزي وان الامر ما ينفعش يروح لهذا الاتجاه بالمناسبة الامور لسه مشتعلة جدا عند الاتحاد الكنغولي اللي خاطب لجنة الاندباط والاخلاق في الكاف وطلبها بالتدخل الفوري وعرض الواقع على اللجنة التأديبية في ازمة كبيرة جدا بالمناسبة الكاف النهارة طلع بيان وقال انه في تحقيق في هذه الواقع بس ما توصلش انه وليد الرقراكي هذا المدرب الرائع جدا المحترم جدا المهزب جدا يهدد بالقتل انا مش عارف ايه موضوع خنايات الملاعب دي يعني في مونة وشاب بتحصل في الملعب دايما بين اللعيبة والمدربية واللعيبة وبعضها بتحصل يعني واحد بيهدد بالقتل واحد تاني روح يعمل بلغ في الاسم يعني احنا في الملعب مش عارف مش بفهم انا كل التطور دا اللي في الكرة القدم الافرقية وما زال بعض الناس بتتعامل مع كرة القدم بشكل غريب جدا خنايا حصل في الملعب مهما وصل الملعب مهما وصل الملعب خنايا اللي بتحصل في الملعب دي يبقى فيها ايقافات يبقى فيها غرامات يبقى فيها حيات كده لكن تهديد بالقتل يا سلام بنحارب موضوع يعني منكبورة اوي سواء محدش في الكون غايس معك ماشي دي حكاية من الغرائب يعني الحاجات برضو اللطيفة اوي يعني ان رئيس غينيا الاستوائية بعد مباراة فريقه مع منتخب كود دي فور اللي كسبوها بنتيجة 4-0 في كود دي فور وعلى ارضهم ووسط جمهورهم قرر انه يمنح مواطني بلده اجازة النهاردة الثلاث عشان يحتفلوا بفوز المنتخب على كود دي فور بربعية نظيفة وقرر انه يسرف اكبر مكافأة في تاريخ بمنح الجهاز الفني واللاعبين مليون يورو عشان يحفزهم على الظهور بشكل مميز فيما هو اقادم بس اقود بالك انه اما في طريقنا فبت ما تزودش او في المكافأات عشان الناس ما تبقاش ساخنان علينا فلوس كتيره برضه مليون يورو يعني ماشي طيب ايميليو سوي لاعب منتخب غينيا الاستوية برضه وصاحب الاربعة وثلاثين سنة هداف البطولة حتى هذه اللحظة عنده حكاية لطيفة اوي راجل ده من يوليو 2021 لحد فبراير 2022 بعد ما مشي من فريق ابويل الكبروسي ما كانش عنده نادي مش لايه نادي ما فيش نادي عايز يضمه اصلا وكل الوكالاء اللي بتوعهم مش عارفين يجيبوله عروض والراجل كان تقريبا قاعد في البيت راحل عن فريقه ابويل الكبروسي وبعد ما انتظر طويلا جدا في نادي رحب بضمه هو نادي توزالا سيتي البوسني ضمه في 2022 وبعد كده انتقل لناديه الحالي انتر سيتي في داروولي الدرجة الثالثة الاسباني واصبح الان هداف بطولة كان 2023 برصيد خمس اهداف في ثلاث مباريات ودخل التاريخ بعد ما بقى اول لاعب بيسجل هاتريك في مباراة واحدة بكأس الامم الافريقية من 15 سنة حدث تاريخي ومهم جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة